السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? معايا حدوطة النهاردة جديدة من حواديد بوسي اسمها المنزار الخداع. بتبتجي الحدوطة ان كان فيه تاجر عايش في بلد. فالبلد دي كان فيها جفاف جامد جدا وما فياش اي مطر ولا زرع وكده. فخاف على الحيوانات بتاعته زي ما انتو شايفين ادي الحيوانات اهو كلهم. فركب سفينة وقال يروح بلد تانية يكون فيها ايه مطر ويكون فيها زرع. فكان بيستخدم التاجر المنزار بتاعه عشان يشوف هو هيرسف انهي مينة. وبعد كده سرح شوية في البحر وساب المنزار بتاعه على جنب كده في السفينة وقعد ايه? يتأمل شوية في البحر. وهو لما ساب المنزار بتاعه لقى لقى الدب فالدب جاي بيحطه في بقه فلاق ان هو ايه? لقى ما ينفعش يتحط في البقطة بيحطه على عينيه قعد يبص فيه والحيوانات كلها وراه كلهم عايزين ايه? يبصوا بالمنزار عجبتهم اوي ايه? الموضوع دوت. وجاء بعد كده الزرافة كانت مش عارفة تحطه على عينيها فالدب بساعدها عشان تحطه على عينيها وبتبص كده لقت المية قريبة اوي راحت مرجعها راسها الورا زي ما انتم شايفين كده خافت ان ايه? تقع في المية. وبعد كده الارد ما كانش واخد باله من موضوع المنزار ده فقال بس حلوة اوي اخده قلعب بيه قعد يحطه على ديله قعد يحطه على ضهره ومش عارف يستخدمه لان هو ما كانش شايفهم من الاول راح جاء الكنغو وراح ايه? حطه له على ايه? الكنغو حطه له على ايه? عينيه عشان يقدر يشوف ايه بيه الارد بيبص بالمنزار لقى في الجزيرة شجرة موز وشجرة برتقان فرح جدا جدا انتم عارفين طبعا ان الارد بيحب اوي اوي الموز بص كده لقى الموز قريب قوي قال انا نفسي اكل كل الموز ده اما نط نطة عشان خاطر ايه? اخد الموز ده كله واكله طبعا جاي بينط راح حصل ايه? هو مش واخد باله ان المنزار ده بيقرب جامد جدا فراح واقع في المية زي ما انتم شايفين كده جاي بينط نطة عشان ياخد منها الموز راح واقع في المية راح الحيوانات قالوا للتاجر تعالى الحق بسرعة الارد ده واقع في المية وحيغرق مش عارف يعوم جا التاجر على طول ورمى للارد حبله عشان ايه? ياخدوا وينقذوا والتاجر قالوا كده بردك كده تعملوا كده انا بقى حط حاجة وانتم تقعدوا تلعبوا بيها وتستخدموها وده يعلمنا بصوكوا تخدوا بالك وكان هيغرق بسبب ايه? التطفل بتاعه وانه هو ياخد حاجة مش بتاعته وكمان يستخدمها احنا المفروض نستأذن قبل ما ايه ناخد اي حاجة مش بتاعتنا وتوتا توتا خلصت الحدوتا